السلام عليكم لإخوة الأخوات الأحرار نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال اليوم الخوط سأهدر لكم على واحد الفضيحة فضيحة فضيحة وقعت وسط العصر الملكي بحضور بحضور الملك المفتريس الدكتاتور محميد الساديس ما بين النصاب والجلاد مونير الماجدي الكاتب وزوجه أبو زعيتر فهذا ما بين النظام والدول التي لا يوجد النظام والعانون والغاب والذي يحكم الملك المحميد الساديس كان يتحدث عن النصاب المونير الماجدي الكاتب هذا المونير الماجدي كان يكون مع الملك دائماً قبل أن يأتي أبو زعيتر هذا المونير الماجدي كان يريد أن يشارك الملك المجرم من محميد الساديس في القصر باريس القصر باريس الذي يشارك بفوء من 120 مليار مونير الماجدي يشارك مع الملك في ذلك القصر هذا المونير الماجدي كان يشارك مع الملك المحميد الساديس والكاتب الخاص هذا الجلاد مونير الماجدي ولكن هذا المونير الماجدي كان قبل أن يأتي أبو زعيتر قبل أن الملك لا يزوج بأبو زعيتر كان تشارك مع الملك الملك المكرر يستخدم صمويله حيث دائماً يترك نوعاً وذا host G أبو زعيتر بالعديد بين الكاتب الخاص والميك محميد السادس في أحد النهار كان هذا الكاتب الخاص يهدر مع الميك محميد السادس وكانت الامبادة إلى زوجه كانت ستواه في بقي شعرت أبو زعيتر وعندما وعندما فعله في الحديث أبو زعيتر مع زوج ميك محميد السادس ويصفع لك مونير الماجيدي أصفع مونير الماجيدي ضربوا بتصرفيحة ضربوا بتصرفيحة قدام المالك ومالك مدروا المالك مهدروا ضربوا بتصرفيحة وجراء وخرجوا من تنماكينات وماذا فهمتوا يا أخوتي؟ نحن ضد العنف نحن ضد العنف ويستحق بتصرفيحة ويستحقها ويستحقها لأنه شافر الشعب المغريبي ويستحق تعدى على الشعب المغريبي جلاد، خبيت، فس فتكاملة الخبت مجموعة فيها ولكن نحن ضد العنف نحن مع المحاسبة والمسائلة والمحاكمة نحن يجب أن يأتي أمام المحكمة نحن لا نعذبوه، نجلدوه، نصفعوه، نصرفعوه لا ندينو له ولو نحن يجب أن نجيبوه المجرم أمام العدالة ويأتي من العدالة الفرنسية ولكن سيأتي الوقت لأمام العدالة ويتحاسب ويتساءل، ونعطيه المحاميين ونعطيه حق في الدفاع يكونوا عندهم المحاميين يأتي محامي عشراء مليون يأتي من الناس ومع ذلك لأن الإجرام تابت هذه الساعة سيأتي للمحاكمة أحبيبي سويدي لذلك هذا ما نريده لأننا لا نشجعوا على العنف لا نريد أن أبو زعيتر يستعرض عليهم العضلة يبدأ يسترفع في الكاتب الخاص يبدأ يدفع على الحماء يبدأ يهين ويمرمد في الحموشي وأنهم مجلادين وشفارة يستعرضون هذا الشيء الذي يقع عليهم يستعرضونه ولكننا نحن ضد هذا الشيء ضد العنف نحن مع المحاكمات المسائلات ونعطيه حبيبي سبيديك ونعطيه حبيبي سبيديك لأن هذا الشيء هو الذي يتسنكم هذا الشيء هو الذي يتسنكم المكان لكم على الإجرام الذي يرى في الشعب المغربي كامل المكان لكم السجن إذاً أنا أخذ لنرى هذه السنة كيف أشكت طور هذا ما أعطيه رجالات الدولة رجالات المملكة الكارتونية لم يكن لدولة ولا يحزانهم لن يمكن أن يهللوا عليكم لن يكن لدولة ولا أوله وهي مملكة كارتونية مملكة بنانية بنانية ولكن ينزل البنان و البصلة لا يحيه من هذا النبي ومن هذا النبي في المغرب أتايا والخبز وكان ينزل هذا الشيء في المغربة يعيشون سوء التغذية وأولادهم كلها خيرات ولكن سؤال عليها المالك المجرم المالك الدكتاتور والحاشية 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 إذاً أنا أخذ لنعود إلى الموضوع الأساسي هو التمرمع الذي أخذها مونير المجيدي هذا الكاتب الخاص الدكتاتور محميد السليل أمام المالك في حضرة المالك والمالك لا يجب تقول لك ما يجب أن يكون خلال سبع برومبا كيف تكون مكينة ولم يكن تصرفها ولم يكن تدفعها ولم يكن تدفعها ولم يكن من هذا المملكة الدكتاتورية كيف تعمل؟ المملكة الدكتاتورية كيف تعمل كيف تعمل؟ على الأحساب يعني تتونه يجب أن يضربا كيف تعمل؟ إذا هذا هو الريض من المتوخ أنتي لا أحد أنها لم يكن أن تكون صاحب المالك ومجرس ولم يكن أن تكون صاحب المالك ومجرس ومجرس أنت أن تكون صاحب المالك ومجرس وعلى الخبيت ومجرس ولكن لن組 من ذلك نحن معا المساءلة والمحاكمة القانونية القانونية يدخل يدوز الحفز قانونيا قانونيا ليس تعداوش عليها إذا نال خطر لتفهموا أن أبو زعتر ليس بصادق الملك أبو زعتر زوجه الملك زوجه الملك محميد الثادس وهذا سمعنا لكم في فيديو سمعنا لكم في فيديو والكأنه يشكر العائلة والمدربين يشكر زوجه و يقول لهم يشكر زوجه هنا يصحب أمير المؤمنين و إمارة المؤمنين ولا أمير المؤمنين ولا جد الرسول ولا لها راحة الخوية لا يوجد أمير المؤمنين لتزوج براجل لا يوجد أمير المؤمنين لديه راجل يمارس عليه ماذا سأرح لكم هذا الشيء؟ قال لكم الملك كيف يمارس النكاح مع أبو زعيتر؟ سأسمعوا هذا الشيء و ركشفتوا كيف الجلد والخبيث لم يخرج الأفلام للفورنو من دولة الحموجية كيف يدخلوا إستحبار الأفضل و دولة صحفية من وسط الريبال إذن هذا الكلام الذي قال أبو زعيتر أول حقيقة أبو زعيتر يؤكد أن يشكر زوجه سيد مزوج بالملك لذلك لا يوجد أحد يحضر في القصر الملكي اللحظة مستشار تكون الملك تكون اسميتك علي الحمة تكون أكبر شفر في المملكة تكون اسميتك مونير المهجيدي تكون أكبر جلاد وأكبر مخرج للأفلام للفورنو تكون اسميتك عبداللاتك الحموجية نشبدو لك ودنك نصرفك نمرمدك ندفعك ندير لك اللي تريد أنا زوجه المالك محميد السالس أنا اللي كنت أحكم وأنا اللي كنت أحكم وأنا يا أس مارس مع المالك أنا اللي كنت أحكم أمارس مع المالك أنا أحكم أدفعك هذا هو المساج الذي يوصل لهم قد أبو زعيتر زوجه المالك إذا أنا أخوت وخحنا كما نقول لكم ضد العنف ولكن هذه التصرفيحة هذه ستكون بردات جوف ديال بزاف ديال المضلومين ديال بزاف ديال المصروحين ديال بزاف ديال من هدي الشعب المطحون وكان عاود أن نقول لها وخاد مونير الماجيدي يستهى تصرفيحة يستهى الكثير من تصرفيحة ولكن نحن ضد العنف نحن أريد أن نجيبهم المسائلة والمحاكمة المحاكمات اللهم إلا بغاوا يلبسوا الليقات ويدخلوا معنا الشيرينج وتم مكينات ذلك شيء قانوني لأننا نحن مع القانون نحن مع القانون أتم ما يمكن لك تمرمدوا كيف مبغيتي وتم ما أدخلهم كاملين يدخل ماجيدي يدخل معه الحموشي يدخل معه علي الحمى يزيد عليهم المنصوري وشدهم تم مكينات وبقى أتخلط فيهم هذه أنا أتفع معكم لأن هذه ليست عنف هذه هي رياضة رياضة ندخل داربوك في وسط الرنج هذه هي مباحة عانونية ومحمية عانونيا ولكن لكي نحاكمك أو لك نحاكمك أو لك ندخل لك ندخل البوك داربوك في وسط الرنج لا يوجد مشكلة إذا لا ننشجع أبو زعيتر على التصرفيحة ولكن نقول له مرة أخرى يدخلهم للرنج دخلهم تريني بهم تريني بهم وخلي داربهم لكي لا يوجد مشكلة ولكن نحن ضد العنف ونحن نقول لها نريد أن يأتيوا يتساءلوا ويتحاسبوا ويتحاكموا ويدخلوا ويدخلوا ويدووزوا الحبيبس ديالهم إذا الأخوة ترى كاملين أن الملك غبر أميرة سلمة وجلب لكم راجل في بلاستها راجل يخليف داربوهم وقعدوا كلهم في المحيط الملكي الذي يهدرك يا كل عصا هذه هي المملكة البنانية هكذا أهيما إذا الأخوة هذا هو المصير للمحيط الملكي سيأكلوا في العصا يأكلوا في العصا تيموت هذا الملك في فرنسا الذين كانوا يحلموا أنهم يهربوا ويكملوا الحياة فيها أما منوعها أسدع عليهم زكريا الممني أسدع عليهم هاربين من العدلة أمعي فوت ممع المينوت مع الحبس مباشرة لا يوجد الحضراء إذا سيأكلوا في المغرب ويأكلوا في العصا وفي الصرفاء تيموت هذا الملك المحمد السادس ومن بعد أن الملك لا يموت الحموشي سيأتلقى ويرجع يتخبّف تازا المجيدي سيأتخبّف سطاة أو لعبة سيأتخبّفه في عربية أو فيلاج التي لا يعرفهم أحد أو لا سيأتخبّف في ديكتاتورية عربية أو ديكتاتورية إفريقية ماذا يكون؟ هذا هو المصير لهم الحموشي، المجيدي، الحمى، المنصوري، الخبتة هذا هو المصير الذي يتسننكم هذا هو المصير الذي يتسننكم أما شيء من الأوروبا والأمريكان والكند لا يوجد هناك، لا تتعلموا بها أما تتعلموا بها أنتم لا تتعلموا بها إذا المصير لكم هو الترفع من أبو زعيتر ومن بعد أن يموت الملك المحمد السادس سيأتخبّفكم في مكانكم في فيلاج في وسط المغرب أو في ديكتاتورية عربية إفريقية إذا نصلنا إلى نهاية الحلقة نعود أن نقولها يجب إسقاط الملك المجرمة يجب إسقاط الملك المحمد السادس ويأتي نسأله ونحاسبه بلد صرفيق ويتحاكم ويتحاكم محاكمة عادلة ويدخل يدوز الحبس وكذلك نأخذ هذه الحاشية وهذه العصابة الحاكمة خصوصاً هذين هاربين من العذالة يجب تومهم يتساءلوا بلد صرفيق أبو زعيتر يتساءلوا ويتحاكموا محاكمة عادلة ويدخلوا يدوزوا الحبس لهم وكما وعدناكم دائماً لأخوة أين هي الأميرة السلمة المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليحها الدكتاتور محمد السادس أين هي الأميرة السلمة المختفية منذ 2017 والمعنفة من طرف طليحها الدكتاتور محمد السادس لأخوة أخوات أحرار نتمنى لكم يوم مبارك موعدنا الحلقة المقفلة سلام عليكم مع السلامة موسيقى